على مدار أربعة عقود قام النظام الإيراني متسترا بعباءة الدين وبمكافلية أباحة له كل السبو الغير المشروعة والإرهابية لتحقيق أطمعه التوسعي التي يسعى لها النظام أربعة عقود من عمر نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية نظام الولي الفقيه قام خلالها بالعديد من الممارسات التخريبية والإجراءات التوسعية والمشاريع السياسية والأمنية والعقائدية الموجهة ضد الشعب الإيراني في المقام الأول وضد الشعوب الإسلامية والعربية استخدم النظام أسلوب التهنيش للقوى المنافسة وضرب القوى الوطنية من الشعب الإيراني وكان هذا المشروع السياسي والأساسي الذي قام به النظام من أجل تثبيت دعائم حكمه الاستبدادي والشمولي والذي أقامه على أنقاض نظام الشاه والذي يمكن القول بأنه قد فاق النظام الملكي استبدادا وقمعا ومصادرة للحريات والحقوق الأساسية للشعب كمجتمع وكأفراد تحت عباءة الدين هذا النظام بذل جهودا استثنائية من أجل القضاء على جميع منافسه السياسيين أبرزهم منظمة مجهدي خلق التي أقصاها من المشهد السياسي لما لها من دور كبير في إسقاط نظام الشاه نظريا وعمليا فتخوف منها النظام ووجد فيها خطورة كبيرة تهدد نظامه جميع المعارضين نظام الولي الفقيه دفعوا ثمنا باهضا جدا لموقفهم المعارض للنظام فقد بات كل من يطالب بحقوقه في إيران محاربا سياسيا واجتماعيا وثقافيا ودينيا فعقوبة من ينافس النظام هي الاختفاء القسري في أحد سجون النظام وعقوبة الاختلاف العرقي هي التهميش المجتمعي وعقوبة الاختلاف المذهبي أو الديني هي العنصرية الدينية من قبل أتباع النظام وعلى المستوى الخارجي عمل نظام الولي الفقيه على التستر بغطاء الدفاع عن حريات الشعوب العربية ليبرر لنفسه التدخل في شؤون هذه الدول والدفاع عن الأقليات الدينية المتفق معها مذهبيا فكان الغطاء الديني والشعارات الرنانة هي أبرز وسائله لتشكيل قاعدة جماهرية له في تلك البلدان المستهدفة ضاربا عرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات الدولية وباسم الديني أيضا شارع نظام الولي الفقيه بقيادة المرشده الأعلى في إنشاء الميليشيات الإرهابية التي استخدمت الفتاوى الدينية لقتل وترهيب الأبرياء في عدد من الدول العربية ومن أبرزها ما يسمى بحزب الله الإرهابي في لبنان وسوريا وميليشيات الحوث الإرهابية في اليمن وعدد من الميليشيات المتطرفة في العراض هذه الدولة الإرهابية باتت تمثل الخطر الأكبر على المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط لما تنتهجه من سياسات مدمرة وتخريبية تستغلها بكل بجاحة لتصل لأهدافها التوسعية مستندة بذلك على النصوص الدستورية التي تشرعن لها إرهاب المنطقة بحجة مناصرة من ينتمون لهم في نفس المذهب والدين دون اعتراف بأي قوانين وأي مواثقة دولية تمنعها من هذه الانتهاكات جميع هذه المعطيات والحقائق التي يدركها المراقب والمتابع للشأن الإيراني توضح كيف أن هذا النظام قد استخدم كافة الوسائل والسبل غير الشرعية من أجل الوصول إلى أهدافه وأنه فاق الميكافلية في وصوليته وانتهازيته من أجل تحقيق أهدافه التوسعية وغير المشروعة في المنطقة اشتركوا في القناة